موجز الأنباء مع هالة الحملاوي إليك هالة شكراً هبة التساء صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تابع خلاله عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعات الوطنية وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي لزيادة الاستثمارات الصناعية وتحقيق طفرة في حجم وجودة الانتاج الصناعي المصري كما تابع الرئيس السيسي مستجدات تطوير عدد من الملفات الخدمية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة بالإضافة إلى جهود الحد من التضخم وضمان توفر استلعي في الأسواق تواصلت عمليات المغادرة من مطار بيروت مع مطالبة الدول لمواطنها بالمغادرة الآن يأتي هذا في الوقت الذي تجنبت العديد من شركات الطيران المجال الجوي الإيراني واللبناني وألغت رحلتها إلى إسرائيل ولبنان مع تزايد المخاوف بشأن صراع إقليمي محتمل وكانت فرنسا وإيطاليا قد أصدرتا تحذيرات سفر تحث مواطنيهما في لبنان على مغادرة البلاد بسبب خطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وفقا لوزارتي خارجيتهما وقد حثت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالفعل مواطنيهما على المغادرة بأي وسيلة ممكنة هذا وأعلن حزب الله اللبناني تنفيذ هجوم جوي بسرب من المسيرات على مقر قيادة الفرقة 91 شمال إسرائيل وأوضح حزب الله في بيان أن الهجوم بالمسيرات استهدف تموضع واستقرار ضباط وجنود بقيادة الفرقة وأوقع فيهم قتلى وجرحة من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط وجندي جراء القصف الأخير من الأراضي اللبنانية هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حرائق في أماكن متفرقة بالجليل الأعلى جراء اعتراض عدة صواريخ انطلقت من لبنان شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غار على حي الشيخ ردوان شمال مدينة غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفى بأن طيران الاحتلال استهدف مسجد الردوان دون وقوع إصابات وكانت وفى قد أعلنت استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا وسط مدينة دير البلح ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين اندلعت أعمال شغب واختحام لمتاجر ونهب على خلفية احتجاجات مناهضة للمهاجرين في بريطانيا وقالت الشرطة البريطانية في بيان رسمي إن تواقمها اشتبكت مع مجموعة متظاهرين حاولوا التعدي على فندق يأوي لاجئين في مدينتي روثرهام وبرمينجهام من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني كيرس تيرمر أن كل الأشخاص الذين شاركوا في أعمال الشغب التي وقعت في المدن البريطانية سيواجهون القوة الكاملة للقانون ورياضيا يواجه منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي من أولمبياد باريس 2024 في العاشرة من مساء اليوم وأكد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم أن حلم الميدالية الأولمبية لا يزال ممكنا وأن المنتخب سيفعل كل شيء من أجل تحقيقه وتأهل منتخب مصر للدور قبل النهائي من المسابقة بعد فوزه على باراقوي بضربات الترجيح في دور الثمانية انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل